قال وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف قال إن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعية في منطقة الشرق الأوسط موضحا أن رؤية الوزارة تتضمن مواجهة أربع تحديات وأشار وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي إلى أن رؤية الوزارة لمواجهة هذه التحديات جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم واستكمالا لما سبق من جهود لمواجهة هذه التحديات في أسرع وقت طيب إحنا أول في الفترة اللي فاتت الحقيقة لفينا روحنا أكتر من عشر محافظات قابلنا أكتر من 200 مدير إدارة تعليمية قابلنا كتير جدا من المدرسين ومدير المدارس وقادة التعليم اللي مسؤولين عن التعليم في المحافظات على أرض الواقع لقينا تحديات موجودة بالنسبة لنا أربع تحديات أساسية اللي هو العجز في إعداد المعلمين التكسفات الطلابية في الفصول وصلت في بعض الفصول لأكتر من 200 طالب لقينا ارتفاع نسب الغياب في المدارس خاصة المدارس الثانوية بنسبة كبيرة جدا إعادة هيكلة التعليم الثانوي وهنتكلم عليه في الآخر أن تعليم الثانوي عدد المواد اللي بتدرس كبيرة جدا